ماذا يحدث? مرحبا وسيم. سباح اليوم. سباح اليوم لكل المستمعين والمشاهدين. دونك اليوم مش نحكيه على عالم آآ آآ العاب الفيديو. سويتو اللي موجودين في السمارتفون واحنا قربنا الاخر العام. وسيم وده تولسوا هي قد خرج في الاحصائيات لعديد الميادين والقطاعات في العالم. ومنها الارقام متاع المدخيل متاع عام كامل. واللي تم زاد المقارنة متاحها بالعوامل اللي فت. دونك عالم العاب الفيديو. الارادية متاعها قاعدة تكبر عام بعد عام. بالخصوص في الهواتف المحمولة سمارتفون. اخر ارقام الفين واربع وعشرين وصلت الارادية القيمة ثمانية وتسعين فاصل سبعة مليار دولار على مستوى العالم. وتتصد القارة الاسيوية الترتيب بأهل عصائيات السوق بعيدات تبلغ خمسة وستين مليار دولار. رقم كبير والسوق الاسيوية سوق كبير برشا فيها الصين. نحكيه على مليار ورعمية النسمة وحدها بخلاف بقية البلدان الاسيوية. التوقعات هذه اه تم الكشف عليها في تقارير اوضاع سوق الالعاب الهاتف المحمول. وقالت احدى التقارير انه مناطق مثل افريقيا امريكا اللاتينية والشرق الاوسط. اه هي زادة موجودة كمستثمرين جدد في الميدان هذا. ما يعكس التأثير العالمي الكبير والمنزيد على القطاع هذا. من الحاجات الاخرى زادة المهمة اللي هي المتاجر الالكترونية. اصبح عندها قيمة سبعة وسبعين بالمئة من مستعملين الالعاب الالكترونية. يقوموا بعمليات شراء من خلال المتاجر عبر الانترنت وهذا رقم مهم برشا في التجارة الالكترونية الخاصة بالالعاب. في الولايات المتحدة الامريكية مثلا اصبح الهدف الوصول الى مية واثنين وثمانين مليون لعب آآ العاب هتف محمول بحلول عام الفين وسبعة وعشرين. وبلغت ارادات الالعاب المحمولة في الولايات المتحدة الامريكية سبعة وربعين فاصل تلاثة مليار دولار في عام الفين وثلاثة وعشرين. السنة في عام الفين واربعة وعشرين الولايات المتحدة الامريكية تتصدر ترتيب نمو العاب الهتف المحمول في جميع انحاء العالم. مع ارتفاع انفاق اللاعبي بالنسبة اثناش بالمئة على اساس سنوي الى آآ من اثناش فاصل تلاثة بالمئة. نحكيه له هنا على تلتاشف فاصل تلاثة في النصف الاول من عام الفين واربعة وعشرين. الانفقة ذا يوصل حتى الـ 14 مليار دولار كانت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر ربحية السبعة من أفضل عشرة ألعاب في العالم الحيث وانفقة المستخدمين سورتوك نحكيه على جوجل بلاي شكرا لك وسماء سوي فنبرشة أسرع نجمة رحوها في ماذا يحدث وسماء شكرا لك ترسيتنا مشي وفاصل قسير ثواني وراجعين المترجم للقناة